أعلنت شركة سامسام عن هاتفها الجديد سامسام غالكسي A53 5G ليكون بمثابة التطور الملحوظ للإصدار السابق والذي حقق شهرة واسعة في الفترة السابقة فقد تم زيادة ساعة البطارية لتصبح أكبر مع الاهتمام بالأداء والاحتفاظ بنفس المميزات السابقة مثل السماعات الإستيريو والكاميرات المتميزة ومقاومة الماء فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة للهاتف يدعم NFC يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار حتى متر لمدة 30 دقيقة الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع إكسينوس 1280 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسوم من نوع مالجي 68 والذي متوقع له أن يقدم أداء مميز مقارنة بالجيل السابق الشاشة تأتي بشكل ثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع سوبر مولاد وتأتي بمساحة 6.5 إنش والشاشة بتردد 120 هرتز يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني توجي والجيل الثالث ثويجي والجيل الرابع فورجي والجيل الخامس فايف جي الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع LED فلاش يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج 1UI 4.1 يأتي الهاتف بصوت استريو منفذ USB يأتي من نوع تايب سي البطارية تأتي بساعة 5000 مع دعم قوة شحن 25 واط وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف يدعم استشعر البصمة ويأتي تحت شاشة كما يدعم خاصية فيسونج لك لفتح الهاتف عن طريق الوجه يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء لا يتوفر الشاحن مع الهاتف حيث يأتي منفصلا يتوفر الهاتف باللون الأبيض وباللون الأسود وباللون الأزرق وباللون البين سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا راما بسعر حوالي 8000 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا راما بسعر حوالي 8800 جنيه ترجمة نانسي قنقر